تابع رئيس مجلس النواب نبيه بيري تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب ولهذه الغاية تلقى اتصالا من المنصق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنان هانس بلاسخارت أكد خلاله رئيس المجلس أن لبنان الذي تتعرض قراه الجنوبية لسيما الحدودية منها منذ ما يزيد عن تسعة أشهر لعدوان إسرائيلي متواصل لم توفر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية بأسلحتها المحرمة دوليا المدنيين والمساحات الزراعية والطواقم الإسعافية والإعلاميين وبالرغم من هذه الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة والصريحة لمندرجات القرار 1701 إلا أن لبنان ومقاومته ملتزمون بهذا القرار وبقواعد الاشتباك بعدم استهداف المدنيين ونفي المقاومة لما جرى في بلدة مجد الشمس في الجولان السوري المحتل يؤكد بشكل قاطع هذا الالتزام وعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عما حصل هذا وأدانت الحكومة اللبنانية في بيان كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين دعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات وشددت على أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية بدوري أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جومبلاط أن استهداف المدنيين أمر مرفوض ومدان أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل أو في جنوب لبنان محذرا الجميع من أي انزلاق أو تحريض في سياق مشروع العدو التدميري إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان والإطلاق النار كذلك تلقى جومبلاط اتصالا هاتفيا من المفد الأمريكي إلى منطقة شرق الأوسط أمستوكشتاين الذي أعرب عن قلقه من تطورات الوضع على جبهة جنوب لبنان في ضوء حادثة مجدى الشمس من جانبه لفت السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني إلا أن طهران لا تتوقع توسع الحرب على لبنان رغم تهديدات جيش العدو واصفا فرص حدوث ذلك بالضئيلة جدا نظرا لمعطيات القوى المفروضة على الأرض وقال بغض النظر عن مسرحية الاحتلال لا زالت اللاءة الثلاث تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسيع الحرب وفي سياق نفسها أكد عضو كتلة التنمية والتحرير أن إبقاصم هاشم أن الاعتداء على مجدى الشمس هو استكمال للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ولا يمكن لهذا العدو أن يتهرب من مسؤوليته أو التفتيش عن ذريعة جديدة لتوسيع حربه وهمجيته ولخلق إشكاليات لإبعاد الأنظار عما يرتكبهم من جرائم يومية بدوره قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة عبر تطبيق أكس من يرتكب المجازر الجماعية ويقتل الأطفال والنساء في قطع غزة والمدنيين في شنوب لبنان هو القاتل لفتيات مجدى الشمس وأضاف أرومات المقاومون القادرون على إصابة عمود إرسال بدقة عالية لا يمكن أن يكون هامش الخطأ في تهديفهم بضعة كيلومترات كل المؤشرات تدل على أن صاروخا اعتراضيا أطلقته القبة الحديدية تسبب بالجريمة النكراء هذا وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن المسرحية الإسرائيلية لما جرى بمجدى الشمس حياكت قاتلا يمسح دم إجرامه بدموع عينيها لافتا إلى أن هدف الصهيوني تنزيق وحدتنا وتغطيت مذبحة غزة وأشلاء أطفالها وقال الحرب بالحرب والدمار بالدمار والتوسعة بالتوسعة من جانبه أكد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب أنه يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق بمصدر الهجوم على الجولان السوري المحتل وطلب العدو الإسرائيلي بدبط النفس وعدم توسيع الحرب وكذلك وقف حرب غزة إلى ذلك أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان أن محاولات العدو المتكررة لطلط خلف المدنيين للخروج من مأزقه المدان لدى كل شعوب العالم لن يمر وسيرفضه الجولان حتى التحرير الكامل